وفي مجال العمل الإنساني وعبر حملة الكويت إلى جانبكم تواصل أياد الخير الكويتية تقديم مساعداتها الإنسانية إلى الأشقاء في اليمن أملا في التخفيف من معاناتهم وفي محافظة مأرب دشنت جمعيات الخير الكويتية حملة توزيع أكثر من خمسة آلاف سلة غذائية للنازحين والمتضررين من جراء الاتصراعات بتكلفة بلاغت مئة مليون ريال يمني كما عهدها الشعب اليمنية معطاءة تقدم كل الخير لهم منذ منتصف القرن الماضي ها هي دولة الكويت تقوم بمواصلة دعمها للعمل الإنساني بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ صباخ الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني وبتمثيذ من حملة الكويت لجانبكم بتدشين توزيع أكثر من خمسة آلاف سلة غذائية في محافظة مأرب للنازحين والمتضررين من جراء الصراع الدائر في البلاد بتكلفة بلغت أكثر من مئة مليون ريال بداية نتقدم بالشكر الجزيل لهذه اليد المعطاء الخيرة التي ما زالت منتدة للعام الثاني على التوالي وما زال خيرها متدفق وعطاءها منصول لكل محافظات الجمهورية النازحة تحت هذه الأيام العصيبة ونتقدم في أول ما نتقدم له بالشكر أمير دولة الكويت وحكومته وشعب الكويت الخير المعطاء مشاريع كثيرة وكبيرة تنوي دولة الكويت قامتها خلال المرحلة المقبلة في كافة المحافظات اليمنية في مجال الغذاء والصحة والتعليم والإيواء فما تقدمه دولة الكويت اليوم في توزيع آلاف السلال الغذائية في محافظة مأرب لم يكن هو الأول من نوعه بل أنها قدمت العديد من أوجه الدعم في هذه المحافظة التي ظل أبناؤها لفترة طويلة يعانون أشد المغاناة من حرب ليس لهم فيها ناقة ولا جمل تم تتشين ضمن حملة الكويت إلى جانبكم في محافظة مأرب ومن ضمن المرحلة الثالثة في قطاع الغذاء توزيع أكثر من خمسة ألف سلة قذائية في سبع مديريات من محافظة مأرب كان المستفيدين فيها للأسر المتضررة والفقيرة والمحتاجة وهناك تدخلات كثيرة في محافظة مأرب شملة المياه والصحة والتعليم كما أن حملة كويت إلى جانبكم لديها مشاريع قادمة في أكثر من محافظة عطاءات عظيمة تلك التي تقدمها دولة الكويت لليمنيين في كافة المجالات الإنسانية والذي تعد أحد أكبر الدول عطاء لليمنيين إن لم يكن أكبرهم على الإطلاق في تجسيد لأحد أبرز صور العطاء وأياد الخير الكويتية الممتدة دائما للشعب اليمنية وخصوصا تلك الممتدة في قطاع الغذاء في بلد يعاني نصف أهله من سوء التغذية ووضع اقتصادي متردي مروى النبيل لتلفزيون دولة الكويت عدن